زي أحمد إيه موضوع المنشطات وكيف يطلع حاجة من المطش الأهلي والزمالك ناس كثيرة كانت بكلام الموضوع باله مين؟ 48 ساعة وحامت الأسماء حول يعني أو حامت تساؤلات حول عمر الصلاف الأهلي ومحمد صبحي ومن طايق في الزمالك لا أحد يجزم بمن يعني قيل أنه يعني ظهرت عيانته إجابية لكن في النهاية اتقال أن العيب النصب أو يعني قيل أنه يعيانته إجابية بياخد أدوية معينة فهيتم إدراسة الأمر وحيتشاف الأدوية دي بالتنسيق مع الجهاز الطبي المسؤول وبعدها يتم إقرار الموقف لو الأدوية دي تمت بإشراف الجهاز الطبي لأحد الفريقين وما فيهاش مشكلة الأمور هتبقى كأن لم تكن إذا لم تظهر كذلك هجلسة استماع ونقاش ويشوفوا الموضوع فيها إيه هما نشاهدوا كانوا راحوا للتدريبات بتاعتلاله الزمالك قبل المباراة كمان ما فيه ناس يعني قبل الماتش أربعة قبل الماتش وناس بعد الماتش هقولك الأسماء عشان الناس تبقى عارفة معانا الأسماء بالضبط أربعة قبل الماتش واثنين بعد الماتش فيه نادي الزمالك موجود الآتي محمد صبحي مصطفى الزناري ناصر مهر محمود بن طاق ده قبل الماتش بعد الماتش عبدالله السعيد وكونراد مشلاك فيه الأهلي ظهرت أسماء أخرى يعني قبل الماتش كان فيه عمر السلية كان فيه أسماء أخرى بعد الماتش برضو كان فيه بعض الأسماء الأخرى لكن الكلام كله كان على عمر السلية في النادي الأهلي بس لدى تم تأكيده ولدى تم تأكيده وآخر وقع ظهرت عين أجابي المكان دلوقتي منش دعوى بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أنا بتكلم هنا عن مسابقات الاتحاد الأفريقي اللي بترسل بعد كده للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية لا علاقة لها بالموضوع من قاربين أو بعيد الأمر الآخر وحي لعب حصل معا كده كان كابتن مراهيم حسن اللي لقى اخذ تجربة مع الزمالك ثم بيراميدز في فاطر الفائد اعتقد انه في البنك الاهل دلوقتي برضو اخذ تجربة معهم وثبت انه هو كان عنده عين ايجابية وعقب بسنتين طبعا الناس يسمع كلمة سنتين تقول لك يا علاقوة صعبة هم شهرين تنفيذ و22 شهر مع ايقاف التنفيذ ازاي ده قرار اللاجنة الطبية واللافت ان الوكالة الدولية من مكافحة المشطط اعتمدت الموضوع بشكل طبيعي انا ام بره اشوف الوكوبة يعني ما شاء الله شهرين تنفيذ و22 شهر مع ايقاف التنفيذ بس الحمد لله عادت على خير التفصيلة دي بس كان فيه حاجة عشان خاطر الفضل دي اعتقد لو كان موجود في بيراميدز هو ابراهيم حسن كان بياخد علاج منشط وهو مش فاهم ده او مش مدرك ده فتم تقديم المسندات اللي بتأكد ان اللاعب ده اخد الموضوع ده بحسن نية فهم اتعاملوا مع الموضوع بمبدأ ان هو مفيش تلاعب وان ده اخده بمبدأ حسن نية فبناء عليه طبق السنتين فهم طبق الشهرين بس عليه والاثنين وعشرين شهر تانيين بدون تنفيذ فطن بحال اللاعب اللي هو ما كانش مدرك ان ده علاج منشط في موضوع من الشيطات ده محتاج حلقات وحاجات تفاصيل كتيرة عشان موضوع بقى فيه تطور كبير جدا وبقى فيه القبع عليه كبيرة جدا ويحتاج تثقيف كنت استقول لك بقى واللعيبة عندنا محتاجها تثقيف يعني ان هو بممكن بيبقى بدون قصد يدخل نفسه في مشكلة كبيرة جدا انت لو خدت دوى برد اه اللي نفسك في دقاية المشطات دوى برد خال ما اقوف سنة بقى ولسنتين عشان انت خدت دوى برد مستقبلك ضع اه مستقبلك ضع عشان دوى برد بالزبط صحي كان